أهلاً وسهلاً بكم وحلقة جديدة وبرنامجكم المرأة الفاضلة الله بيجي بطريقة خارقة للطبيعة لتزديد احتياجاتك إذا بدي أتواصل أول شيء لازم أنا بشكل عملي مارسوعة هو المحبة المرأة الفاضلة هي تاج لبعنها المرأة الفاضلة هي سمنها الذي يفوق كل الأهل من الأراضي المقدسة من الأدس والجليل من بحير التبرية والمغتص المكان اللي يسوع المسيح ظهر لشاور وحوله إلى بولس دايماً العبد حاسس أنه مربوض لكن الإبن حاسس أنه مربوض الكلمة اللي تبقال في الوقت الصح تأثيرها عظيم جداً أعرفي أن أنت في حاجة غلط لو ما تقدريش تصرحي بابا وماما بالعلاقة دي فيه ولد من كل ست أولاد في العالم كله معتدى على الجنسي خلال أربع سنين اللي فاتوا أني نسبة الاعتداء الجنسي على الأولاد أعلى بكتير من البلد إيه التغيير اللي هيعملوا في حياتي؟ أكيداً هيخرجني أماكن كتيرة بره أول ما سمح صوت عصفين أتذكر الفدة إزاي؟ كل ما تفتكره مش قادرة تغفره بالرغم من أنه مات في الناحية الطبية أنه أنا هون فقدوني موتت موت؟ أه بنت تتولد من غير غشاء أهلاً وسهلاً بكم وحلقة جديدة من برنامجكم المرأة الفاضلة إحنا ما زلنا موجودين في حلب وبنصور من مدينة حلب المدينة اللي ربنا هيرجعها مرة تانية المدينة اللي العدو استهدفها علشان تكون إعلان أنه هو يقدر يحطم ممالك ويحطم شعوب وينقل تخوم شعوب لكن إحنا في البلد هنا وشايفين أن ربنا قادر أنه تريستور أنه يرد كل مسلوب على هذه الأرض إحنا النهاردة موجودين في حلب في موترانية الروم الكاثوليك وعندنا مقابلة خاصة مع موتران يوحانا جون بيرت أهلا بيك صباح الخير صباح الخير نشكر ربنا على سلامتكم نشكر الله أنتم شفتم حاجات صعبة جدا ووضحة في المباني لكن أحب أسمع من حضرتك تقول لي إيه اللي شفتوه عاشتنا ست سنين تحت القصف والحصار والفاقة والحاجة والفقر والجوع والعطش والعتمة لأنه أطعمه الكهرباء مقطوعه صار له كذا السنة المياه عدت أشهر وقلت على الجوع عدتوا فترات طويلة من غير أكل أدئي يرقف ويعطي شعبه ما يحتاج إليه لكي لا يتدور وكما نصلي أبانا الذي في السماء خبزنا أعطينا كفافة اليوم شعرنا أن ربنا يرسل لنا خبزنا كفافة يومنا في كل الظروف اللي حصلت دي وكل المتاعب والحصار اللي انتوا كنتوا فيه شفتوا إيد ربنا بوضوح أكيد بوضوح جدا أنا ما كنت أتصور أنه أقدر أحقق كل شي حققته بهالحرب لولا أنه يظل الله موجوده ومن هون قلت العناية الإلهية ويظل الله معنا وهي معنا باستمرار أنا الحرب بدأت فعلا من ست سنوات كان عمري سبعة وستين سنة منه وستين سنة كانت عب أحضر حالي حتى أترك الأبرشية ولغيري وأرتاح شوية بعد عشرين سنة من الجهاد والعمار والأعمال والإنتاج قلت هلأ منغتب الأمور ومنحضر للجيب عنه وإلا أجلت الحرب فاضطريت أرجع أوقف على رجلي وشمرت عن سواعدي وبدأت أشتغل كما لو كان عمري فقط خمسين سنة متكأني بديت هلأ أسقفتي أنا بديت بخمسين سنة وشعرت أن أشتغلت بها الست سنين قد كل العشرين سنة السابقة ربنا أعطاني قوة وأعطاني جلد وأعطاني صبر وإيمان وثقة به ورجاء فانطلقت وحققت أمور كثيرة حققنا أمور كثيرة في حاجة معينة حاجة حصلت تقدر تقول ربنا شفناه بوضوح في الأمر ده حاجات مش حاجة مرة أنا كنت مسافر لدمشق وعلى الطريق هجموا علينا مجموعة من المسلحين وأطلقوا سبع رصاصات رشاش على السيارة عطلوها وذهبت إلى جنب الطريق وأتوا لكي يأخذونا يمكن ولكن ربنا رحم وصلت للعذرة وإذا سيارة عسكرية ما رأى أمرتعب وهو راح هذا أرى يد الله في هذا أيضا وأرى يد الله فيما أعطاني من إمكانات لكي أخدم وأساعد شعبي أنا صار لخمسة سنين أقدم مساعدات غزائية ومالية وصحية وتعليمية وتربوية لأبنائنا بشكل مستمر يعني نقدر نقول أن الكنيسة شالت الشعب في الوقت هذا الكنيسة شالت الشعب بقدم ما استطعت ولكن والحمد لله ربنا عطاها هي الفقيرة من نهاية عطاها القوة وعطاها الخير والإحسانات التي ساعدتها لكي تقوم وتسند أبنائها وسدتنا كثيرين وأنا كان همي الأكبر أنه أبنائنا يبقوا بهالبلد اللي هو بلد البلد الذي نشأت فيه المسيحيين أو المسيحيين هنا المسيحيين سوريا اعتمدوا يوم العنصرة في القدس ومعادوا إلى بلادي بلداتهم وبدأت الحياة المسيحية في سوريا فأنا كمطران وكراعي وكخليفة الرسل لأن المطران هو خليفة الرسل أرى لزاما علي وواجبي أنه أعمل المستحيل لكي أحقق هذا الذي يريده الرب وهو أن أستمر الكنيسة في هذا البلد أن أستمر الحضور المسيحي في هذا البلد الذي هو منبت المسيحية أبو إيه رأيك في الناس المسيحيين اللي بيسيبوا بيهجروا؟ ما بعدر بحكم لا أستطيع أن أحكم على أي من الذين غادروا ولكن بالمقابل أنا أعمل المستحيل لكي أشجعهم للبقاء والاستمرار وقدم لهم ما أمكن لكي لا يعتازوا ولا يكونوا فعلا جائعين أو ناقصا تعليم تعليم عم نعطي كل سنة كنا 1200 منحة دراسية للطلاب لمدارس المسيحية اللي بروحوا عليها لأنه مدارس المسيحية تحتاج إلى مال لكي تدفع للمعلمين أعطينا مال شبه الراتب لكل اللي ما عندهم شغل عملنا معهد تدريب مهني لمهن البناء لكي يتعلموا ويستطيعوا أن يعملوا ويأكلوا من تعب أيديهم انطلقنا بمركز صحي ومركز مدرسة تمغيد وعملنا مشاريع أكثر من كل ما مضى والله معنا وهذا ما يدلني ويقول لي يا يوحن لا تخاف أنا معك وأنا ماني خايف وماشي وبالأخير هلأ أنا طلعت المشروع الجديد هو حلب ده أنتظركم وأنا أنتظر كل حلبي مسيحي يريد أن يعود إلى حلب ومستعد أنا أساعده في السفر وفي الإقامة هون وفي إيجاد عمل وفي دعمه لوضع أولاده في مدرسة وكل الأمور الممكنة لكي يعود لأنه يريد أن نبقى في هذا البلد وبلدنا عزيز أرضنا مجبولة برفاة القديسين أرضنا بسرورية مروية بدماء ملايين هذا الدم هذا مبرح في السوداء هذا الدم قدس هذه الأرض بين الدم والرفاة أرضنا مجبولة صارت مقدسة مقدسة بقدر ما الأراضي المقدسة مقدسة علينا أن نحافظ عليها أن نقبلها وأن نكرمها وأن نكرم رفاة القديسين وأجدادنا وأبائنا الذين هم بالملايين مثل ما داعش عمل ودبح مسيحيين بهالإيام هاي قبل كانوا كثير دواعش كثيرين من الفاتحين غزوا هذا البلد كانوا أشبه داعش لو إحنا بنقول دلوقتي أن داعش في المنطقة استهدف المسيحيين وكان إيه قرضهم؟ إيه الرسالة اللي عايز يقولها للمسيحيين هن؟ هن ما بدهم مسيحيين ما بدهم حدا يكون غير مفسم بهالأرض هن ينصرفوا وكأنه بغيدوا يدبحوا المسيحيين ويمحوا المسيحيين من وجه الأرض من وجه هذه الأرض يعني هم عايزين المسيحيين يطلعوا بره يطلعوا بره أو يموتوا أجواءت كانوا يقولوا يعني يا سافروا يا ويتروحوا تموتوا فيه مطرانين عنا خطفوهم مطرانين مو إنه مناين مطرانين رأساء كنائس وعندهم شعب كبير خطفوهم وكأنه بغيدوا يرهبوا المسيحيين ويقولوا لهم إيه بدي يسير في كل نظامات راكتوا ورحتوا هنه مطران يوحنى ومطران بولوس ونطلب إلى الله أن يعيدهم إلينا فهذا أمر خطير جدا لما بستوصلوا ناس يعملوا هشيء معادة فيه غموض وأيضا فيه جهل ولكن فيه وحشية فيه همجية وهذا شيء مو مقبول للقرن الحادي والعشرين حتى ولها بالقرون الماضية ربنا دعانا إننا نبني جيش يحارب بالصلاة ونقوم بحركة صلاة عالمية علشان كده بشجعكم إنكم تبعثوا طلبات الصلاة وهنبعثها لمجموعات الصلاة والمتشفعين في كل مكان بنروح فيه في العالم بناخد طلبات الصلاة بتاعتكم في الأراضي المقدسة وهناك بنطلب من الرب إنه يلمس كل احتياجاتكم ويستجيب لطلباتكم طلبات الصلاة كمان بتروح لحوائط الصلاة في الكنيس اللي فيها صلوات مرفوعة 24 ساعة تقدروا ترسلونا بطلبات الصلاة في أي وقت على موقعنا في الإنترنت www.infadela.org أو في الإيميل info at infadela.org ايه رأي سيادة الموتران في الموقف العالمي اتجاه اللي بيحصل في سوريا للمسيحيين أنا أقول هلأ الموقف العالمي أخذها يتبدل واحد الشيء ولكن في البداية كانوا كلهم صمين أذانهم مغمضين عيونهم وتركين الأمور سايبة تمشي متل ما بدا معنين هلأ ظهرت أمور كتير وبدأ يتبين أنه فيه كذب كتير كان والإعلان كان كاذبا وكان يخفي أمورا كثيرة عن الرأي العام ويطق للرأي العام أحاديث وأخبار ملفقة مخترعة وكاذبة توقعك إيه بعد وجود حكومة جديدة في أمريكا الحقيقة نأمل أن يتغير أن يتبدل موقف وأن تتبدل سياسة الأمريكان ولكن لا نعرف بعد ماذا سوف يكون ماذا سوف يعمل هذا الرئيس الجديد ولكن في أن أمل أسوأ مما كان لن يكون أسوأ مما كنا عليه وأسوأ مما كانت سياسة أمريكا قبلا لن يكون وإذلك نحن نأمل أنه راح تتحصل أوضاع بعض الشيء أن ما كان كثيرا بالحكومة الجديدة طب كمسيحي عايش على أرض سوريا لما عرفت أن أمريكا بتقول ما فيش سوريين يدخلوا أحساسك إيه كمسيحي هو موقف احتياطي يمكن لكي لا يدخل الداعشيون الذين هم في بلدنا إلى أمريكا مثلا هذا حقه نحن بنفهمه لأنه ضقنا مننا الأمرين خربوا بلادنا ما كمانك شايفي صار لهم ست سنين بيخرب بيخربوا بيخربوا وكأنه الشيطان عم يقولهم خربوا هذا من عمل الشيطان من عمل الشرية جاء اللي يسرق ويسبح ويهلك شايفين الهلاك باين حتى أنا بفهم أنه يرتعبوا وياخدوا احتياطاتهم ما علي شيء إهانة لسوريا يمكن لأنه اسمه موضوع بهاللائحة ولكن نحن العايشين هالوضوع بنفهم هاشيء ومنقول يمكن معهم حق شو بدون يعلقوا بهاللي نحن علقنا فيهم يمكن بنفهمهم 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 نقدر نقول من كل الأحداث اللي حصلت في البلد العظيمة دي سوريا تفتكر وتقدر تقول إن فعلا الآية اللي بتقول وقوى الجحيم لن تقو عليها تقدر تقول إن انت حصل في سوريا في الكنيسة في سوريا نعم 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 وهذا بخلينا نرجع نتذكر هالكلام طبعا الكنيسة التي يقصد المسيح هي الكنيسة الحية ليست كنيسة الحجارة خربونا الحجارة ولكن حياتنا المسيحية أقوية أكثر والكنيسة الحية الكنيسة الروحية موجودة وقناعات المؤمنين ازدادت وقناعات الرعاة أيضا ازدادت ونحن مصممون على البقاء وسوف نبقى حتى يوم القيامة إلى أن يأتي المسيح لنستقبله في هذا البلد الذي استقبلناه فيه من أجوة الفيس سنة أمين 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 أنا شايفة أن احنا الموقع المطرنية هنا في ساحة والساحة دي فيها طواقف أخرى فلو بتقول الساحة دي وبتتكلم بتتكلم بتقول وحدة جسد المسيح صح هل الأزمة اللي عديته فيها خلتكم تشوفوا بعد واحد كل الكنيس عملت مع بعض والتواف عملت مع بعض كجسد المسيح اللي هو رأس هذا الجسد نحن تقليداً عمنا تعاون وعمل مشترك بين كل الطواقف أرثولوكسية والكاثوليكية والبروتستانتية من عقود وعمنا اجتماعات شهرية بين كل رأساء الطواقف وكذلك بين الكاثوليك هنا ست طواقف كاثوليكية بحلب عمنا اجتماع كل أسبوع مبدئياً بين أساقف حتى النسق بين بعض وهلأ وقت الحرب كمان تجمعنا أكتر وتعاضبنا أكتر وتعاوننا أكتر ومدينا يدنا لبعضنا بعض أكتر طبعاً خلقت وحدة مزيد من هنا العرق التي توحدنا ومزيد من أسباب التعاون هل الكنيسة هنا في سوريا ولما بقصد الكنيسة بتكلم على الكنيسة بكل طواقفها اهتمت بالمسلم واهتمت زي ما اهتمت بالمسيحي نعم وأكتر كان في عنا مؤسسات كناسية عطت للمسلمين أكتر من المسيحيين لأنه نسبتهم أكبر يعني عدت مؤسسات وعادة ما منفرق بشكل عام وقت فيه حاجة وقت فيه مسلم يأتي إلينا لا نرفضه ولكن طبعاً واجبنا نحن ونحن بنعرف حالنا أنه نحن إمكاناتنا قليلة واجبنا نرعى رعاينا كل مطران رعيته وبعدين برعى البقية ليس استقصاءاً أو إبعاداً للآخرين ولكن حسب إمكاني كي نتمكن من القيام بواجباتنا وهذا أمر يعني مو بس لن نكون عادلين إذا تركنا لنحن ومسؤولين غعيتنا تركنا قطيعنا حتى نروح نهتم بالآخرين نهتم بقضينا بغعينا ونهتم بالآخرين إذا أمكن وهذا ليس تعصب وليس في قوية ولكن منطق وأخلاق وشعور بالواجب وأخلاقنا كمسحيين نعم وكطاعة للكتاب المؤدس نعم لو في رسالة تقدر تديها للكنيسة في العالم نعم تقول الكنيسة العالمية نعم أنا بدي الكنيسة العالمية أولاً تدعم وجودنا واستمرارنا وصمونا بهالبلد إزاي؟ تساعد المسيحيين حتى يقدروا يعيشوا بكرامة يرجعوا يرمموا بيوتهم يرمموا مصالحهم وأشغالهم ومشاغلهم وتجارتهم ويكون عندهم حماية من المعتدين المتعصبين إنه يكون فعلاً نظرة تختلف عن النظرة السياسية التي ينظر بها الغرب إلى سوريا ينظروا نظرة على الأقل المسيحيين نظرة رعاوية نظرة إنسانية ويقولوا حرام يكفي حضرتك شايف إن في تغيرات في الحكومات العالمية في ناس بتاخد أماكن زي في أمريكا ترامب وفي اليونيتد نيشنز جالنا برضو شخص قائد جديد إيه الكلمة اللي تقدر توجهها للمؤسسات العالمية اللي ممكن تاخد قرارات في حق مسيحي سوريا وفي حق سوريا كبلد نبتدي بمسيحيين سوريا أنا بطلب من هالحكومات أنه أو القيادات أنه تحترم كرامة الإنسان وحرية الإنسان بطلب منها أنه تحترم حقوق المسيحيين المواطنة بالعيش الكريم في بلدهم بالحرية بالحياة بالمحافظة على تراثهم والتراث أجدادهم يعني هذا مفروض أنهم بينادوا بهالمهور هالقيم وهالمبادئ بس بالنسبة إلنا ما عم بياخدوها بإعلان الاعتبار قطعا عم بلولنا بالنهاية بدكم تعولوا عننا خلص تركوا بلدكم تعولوا عننا هذا ما حكي هذا ما لا أقبله نوقع منهم يعملوا إيه؟ حاجة عمليه؟ أنه عواد ما يقولنا ياخدونا لعنهم ياخدوا أولادنا ويشجعوهم يروحوا وأنه في مخطط تهجير وتفريق سوريا من المسيحيين يقول لا لازم يبقوا هون ونعمل كل ما أمكن كل ما يحتاج الأمر لكي يصانوا ولكي ينالوا حقوقهم ولكي يكونوا آمنين في البلد الذي هي أهم فيها ونعطيهم كمان ما يحتاجون إليه لكي يعودوا يعودوا بناءه نحن هالبلد بننا بدمنا وبتعبنا وبعقلنا وبجهودنا خربوا لنا يا كله خربوا لنا هالمطرانية هاي هالدار بالذات هاي من القرن السابع عشر أنا رممناها قبل الحرب سنتين من السنتين نشتغل حتى رممناها عدناها كما كانت القرن السابع عشر أجو خربوها المطرانية كلها شفتي الكنائس وين مرحتي عمنا عدة مشاريع كلها مخربة ما عليشي كله فيدى كرامتنا وفيدى حقوقنا وفيدى أنه نكون أحرار أن نعيش ببلدنا هدا كله بننسى بننسى شهدائنا الأعزاء الأحباء الذين فقدناهم بننسى بيوتنا اللي خربت بننسى مدغسنا اللي خربت ننسى كل شيء إذا كانوا عطونا حقية وعطونا كرامة في بلدنا وسعطونا أمكانية نعيش بها البلد كمواطنين لنا كل الحقوق وعلينا كل الواجبات لو تفتكر قصة أثرت فيك وفعلا خلتك تعد قدام ربنا وعلى ركبك تصرخ لرحمة إيه هي القصة حاجة شفتها بعنيك لما شفت عائلة بكاملة استشهدت بسبب قذيفة صاروخية كبيرة ضربت بناءة عنا في حقيقة السليمانية وروحت أبو أم وولدين فعندها قلت يا ربي لوين نروح ركعت قلت له ربي دخيلك أوقف هذا الذي يجري ورد المعتدين عن أبنائنا وساعدنا ننسى هل ألم هاد ونطلع إلى المستقبل برجاء واثقين بأنك سوف تساعدنا وأننا يجب أن نستمر وضع فينا محبة لبعضنا البعض ولبلدنا ولأرضنا لكي لنا نتركها لو في كنيسة الرب الموجودة الحية في سوريا وتتجمع في الساحة دي أو في مكان كبير زي ما حصل في مصر في جبل المؤطم ووقفت كل التوايف ووقفوا كل الناس ويقولوا يسوع يسوع لمدة ساعات هل الحدث ممكن يحصل في سوريا ويقودوا كل القوات المسيحيين في سوريا برفع اسم يسوع عالي على هذه البلد لإيقاف كل التطرف وإيقاف داعش وإيقاف كل أعمال إبليس على البلد دي هل ممكن نقدر ننظم كمسيحيين مع بعض صرخة للسمى بكل من يحمل اسم المسيح ويرفع اسم يسوع على الأرض طبعا ممكن لأنه بها البلد والحمد لله عنا حرية التعبير ممكن نشترك مع بعض نعمل حاجة زي كده أيوة ممكن لأنه الكل ما تفاهم بقى طبعا بدك يوافق بقى الطواقف أنا بشوفها فكرة حلوة ويمكن نصلى بعد فترة هيك بالصيف أو شيء تحط إيدي في إيدك ونبتدي مع بعض في سوريا ننظم عمل يرفع اسم المسيح ونقف زي ما وقفنا في مصر ونقول يسوع على أرض سوريا حط إيدك في إيدي بحط بس أنت وين بغيد أنا جاي لك أنا جاي لك وكل المؤمنين وكل القادة هنا إن شاء الله هنبتدي إن شاء الله نرفع اسم يسوع المسيح زي ما رفعناه في مصر يرفع على أرض سوريا من كل مسيحي سوريا إن شاء الله شكرا على الوقت الجميل ده اتفاق لعمل عظيم وبالمناسبة هلأ جيتي جونسون قلت له أنت حرك أشي مؤسسة جمعية نسائية أنا عندي برنامج اسمه برنامج المرأة الفاضلة أنا عملت برنامج التنمية النسائية ونحضر له مقر كبير وإنشان النساء في هالبلد اللي هنا محرومات كتير وقات من الخروج بسبب الظروف وكذا يقدر يطلعوا يقرأوا يطالعوا يغيروا يرفعوا إن شاء الله بعد شهر ما يكون جهز المكان صارنا عم نشتغل فيه سبعة شهر بيت عربي كبير أكبر كتير منها وراح يكون هذا بيت النساء الحلبيات ونساء الله نمشي كمان مثل ما عم تقولي بهذا التوجه لأنه المرأة أنا أؤمن بالمرأة أؤمن بها لأنها عطوفة لأنها تتألم لآلام الناس أؤمن بها أيضا لأنها هي أمل البشرية بإنجابها أجيال صاعدة أؤمن بها لأنها تستطيع أن تربي الجيل الصاعد وتعطيه القيم والمبادئ التي يبني بها ذاته مجتمعه وبلده أؤمن بأن المرأة هي أمل مستقبل ليس فقط سوريا ولكن البشرية والعالم الله خليك أحنا هنختم البرنامج وإيدي في إيدك بس من المرأة لا يصبح غايس نعم هنختم البرنامج وإدينا في إدين بعض وبنعمل اختيار أنه نبدأ ننظم عمل لكل مسيحي سوريا ويأتي ناس مسيحيين من كل العالم ويقفوا في اليوم ده ويرفعوا اسم المسيح عالي على أرض سوريا ونقول يسوع 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 إن شاء الله أمين أمين أحبائي بنعمل اختيار من برنامج المرأة الفاضلة أننا نبتدي نعمل وننظم لعمل رائع هنا في سوريا يكتمح فيه كل المسيحيين من سوريا ومن العالم ونرفع فيه اسم يسوع ونطلب من إلهنا ونتحد بإلهنا بسلطان اسم يسوع ينتهي كل أعمال إرهابية وتنتهي أعمال داعش وأعمال جبهة النصرة على هذه البلد وترجع سوريا بلد حرة بمعنى الكلمة حرية مجد أولاد الله وإلى اللقاء في حلقة أخرى وبرنامج المرأة الفاضلة فاضلة تتحلى بصفات الإيمان عاملة بيديها تشتغل بإتقان آنسة آنسة هي كانت أو جدت أحفاد امرأة فاضلة وثمنها فاق الأثمان كسفينة تاجر من بعض تجتذب طعام وبحكمة فنها تنشر حبا في كل مكان يمدحها زوجها ويطوبها الأبناء امرأة فاضلة وثمنها فاق الأثمان فاضلة مذكورة في سفر الأمثال إن وجدت لرجلها تغنيه بكمال كاملة مخلوقة من ضلعة إنسان قادرة موهوبة وثمنها فاق الأثمان كوديعة حب يحفظها رجل الإيمان وتعينه ويعينها ويعينها دوما في كل مكان فتبارك بيته وتبارك بعدهما أجيال امرأة امرأة فاضلة وزمنها فاق الأثمان موسيقى 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 موسيقى